أكد مجلس النواب دعم السلطة التشريعية في مملكة البحرين لكافة الإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون في سبيل تعزيز قدراتها الأمنية لمواجهة كافة التحديات التي تحدق بها كما عبر المجلس في بيان رسمي له عن إشادته وتقديره للنجاح الكبير الذي حققه التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربية الأول والذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من 27 أكتوبر حتى 16 نوفمبر 2016 بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وعبر مجلس النواب عن اعتزازه وفخره برعاية الملكية السامية التي حظي بها التمرين الأمني المشترك من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى القائد الأعلى مشهدا بحرص دلالته مع إخوانه أصحاب الدلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تعزيز التكامل الخليجية بما يخدم تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وقال مجلس النواب إن هذا التمرين الأمني المشترك يصب في تعزيز مسيرة التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحقق تطلعات الشعوب الخليجية نحو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حالة التلاحم والتكاتف والترابط التي تجمع القوات الأمنية الخليجية ويعمل على تنسيق المواقف والجهود الأمنية المفذولة في حفظ أمن منطقة الخليج العربية ويرسل رسالة واضحة للعالم أجمع بأن منظومة أمن دول الخليج العربية كل لا يتجزأ وأن تحقيق الأمن والاستقرار ليكون إلا بالحفاظ على أمن الخليج العربي من كافة المحاولات الفاشلة التي تسادف الإضرار بأمنه واستقراره ورحب مجلس النواب بتواجد القوات الأمنية الخليجية على أرض مملكة البحرين الذين يعملون من أجل حفظ الأمن وردع أعداء الأمة ومواجهة ما يعترض مسيرة التنمية والازدهار في دول مجلس التعاون وشهد مجلس النواب بالمشاركة المتميزة لكافة القوات الأمنية بدول مجلس التعاون في هذا التمرين وما بذلوهم من مساعي حميدة وعلى ثقتهم في اختيار مملكة البحرين لاستضافة دورة الأولى من التمرين المشترك كما ثمن مجلس النواب الجهود الكبيرة التي بدلتها وزارة الداخلية البحرينية وجميع العاملين فيها وما قدموهم من احترافية عالية في التحضير والتخطيط والتنفيذ لهذا التمرين المشترك